السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير من الطلبات والأسئلة وردت لهالقناة عن موضوع السفارة الألمانية في بيروت وإيضا القنصلية الألمانية في أربيل وموضوع إصدار الجوازات أو الناس اللي أخذين فياز أو موضوع المواعيد الآن سأعطيكم المعلومات الرسمية من الصفحة الرسمية بشكل مباشر لكي نأخذ المعلومات الصحيحة المعلومات الرسمية الآن على صفحة القنصلية الألمانية في أربيل دورتش اسكنغال كونزولات إن أبيل عن هذه المعلومات على شكل التالي إذن على صفحة القنصلية الآن لاجة إصدار الجنرال كونزولات sowie دي أكثر ديستليسة VFS Global bis auf weiteres إذن القنصلية مغلقة وأيضا الشركة التي تتعاون مع الدينستليسة تقدم خدمات للقنصلية الألمانية هي VFS Global أيضا مغلقين هدول الثنين إذن لا يتم الآن استقبال طلبات الفيزا Das جنرال كونزولات arbeitet تم إلغاؤه رح يتم إخباركن من قبل القنصلية نفسها عن موعد آخر بديل للموعد السابق اللي راح عليك يعني لو سمحتوا لا تتموا تسألوا لأنه الناس طبعا بشكل دايما بتم أكد تتصل بالسفارة أو بالشركة VFS Global إنه شو صار بالموعد كان عندي موعد وتأجلوا والتغوا كيف رح يكون في موعد جديد وللازم أحجز هننا بيقولوا إنه رح يعطوكم موعد بديل وأنه ما تموا تتصلوا بالسفارة أو القنصلية وفي عنا ملاحظة بشكل عام هون مهمة للناس اللي قدموا على طلبات لم شمل يلي إلهم أهل مثلا أو الأم اللي عندها زوجة مثلا في ألمانيا اللي حاصل على إقامة الحماية الثانوية شو عبيقولوا تتصلوا الموعد مقدمية طالبات الاندون موعد zur بانتراجung eines visums لتقديم الطالب الحصول على ال visa zum nachzug zu einem subsider schutzbedürftigen auch schutzberechtigten in Deutschland gebucht haben لذلك الآخص حصال على موعد للمشامل شخص مع إقامة حماية سانوية في المانيا werden von der internationalen Organisation für Migration الاتصال بهم من قبل منظمة إيوم للهجرة منظمة دولية للهجرة مفوضية اللاجئين لتابعة الأمم المتحدة مغاماً بإمكانكم تتصلوا فيكم فيما يخص بموضوع تقديم الطلبات للم الشمل للمجيء لألمانيا إذا ألكن قريب مع إقامة الحماية الثانوية وعمل لكم طلب لم شمل إلى ألمانيا بالنسبة للموعد الآن مكتوب هنا إذا لم تكن متأكد إذا كان الموعد اللي أنت حصل عليه لساعة قائمة أو إذا تغير رقم تليفونك تليفون نمار وتميل شرفتني تغير إيميلك تغير تليفونك يعني ممكن مثلا بها الوقت يكونوا هم انتصلوا فيك وانت ما بتعرف على سبيل المثال دان زلتنزيزي مت ا ا ا ا ا ا ا انفابنن لازم تتصل بمنظمة دولية للهجرة يعني وحطين هون العنوان ورقم التليفون والإيميل إذا هذا العنوان الإيميل كمان إذا تغير يعني بها الفترة الماضية غيرت انت رقم تليفونك أو ضيع التليفونك أو ما شابه ذلك كتحاجز على موعد ممكن تكون صار شي ممكن تتصل فيها على هالرقم أو تبعت لهم إيميل أو هذا العنوان حتى موقع يعني الآن في أربيل لا أعلم أن يستقبلوا مع ذلك يعني هواطف في هذه الظروف الحالية ولكن بشكل عام للي عندهم طلبات لم يشمل فيه نتأكدوا عن طريق هاي الكونتاكت دعت من موعدهم للم يشمل لألمانيا عن طريق الحماية الثانوية الآن رح ننتقل للسفارة الألمانية في بيروت هون رح نتحدث على مواضيع شوي أكتر أول شي عبي يتحدثوا عن الموضوع أنه الآن حاليا يعني العمل السفارة مخفض جدا بشكل عام الناس اللي قدمت بغاية تشتلت فيزو مع انتريق الناس اللي مقدمين على طلبات فيزا يعني قبل الوباء يعني مقصلا قبل ما ينتشر بهذا الشكل بغاية تشتلت فيزو مع انتريق في هذه النزالات فوشل لش هنت دين كون لسن يعني الطلبات الفيزا المقدمة كانت سابقا من وراء الكواليس الآن هن يعني صعي السفارة مغلقة بس عبشتغلو يعني فيا وما وقف العمل يعني بموضوع طلبات الفيزا اللي قدمتوها سابقا اوخفن ستبايت سوف تسوغون كومن كان طبعا رح يطوئ الموضوع هذا ممكن كما يصير في التأخير يعني بسبب انه هلا بكتوب أنا أرأت طبعا قبل الفيديو أرأت كل المعلومات الموجودة هنا حتى لأنه عدد الموظفين اللي عبشتغلو الآن أقل بكتير بالسفارة يعني عدد العاملين الآن في السفارة أقل بكثير من المعتاد طبعا هدا الحكي للإنفوماتيون في فيزا لناس المقدمين للأخوة اللبنانيين والسوريين طبعا على السفارة الألمانية في بيروت طبعا عبيقولوا انه إذا نقصنا شي يعني لو أقدم طلب حصول على فيزا وصار بعدين هزا الوباء وتسكر هللا ما بيعفش وصار بنوضو وحنا عبيشتغلو بالطلبات فلو نقصن شي ورقة منك أو طلب أو أي شي فلس فينخ انتلع ودأينفوماتيون فونين بنيتجن إذا بدنا إذا أوراق أو معلومات منك فلن نتواصل معك نتواصل معك نتواصل فيك إذا إذا نقصن شي ورقة منك هن رح يتصلوا فيك ويطلبوا الوراق أو إذا عندهم معلومات أو حابين يعرفوا معلومات منك مراكزين كثير على موضوع هنا أنه ما حدا يتصل فيهم وأنا قدمت وصار عدة أشهر وهالأشياء هنين عبيقولوا أنه رجاء رجاء ما تتصلوا وشان تسألوا أنه لين وصل موضوع يعني دراسة طلب الحصول على فيزا عبيقول لك أنه هذا الشي بيأخذ من وقتنا بيأخذ من وقت موظفينا وبيأخر معالشة الطلبات لأنه العدد محدود من موظفيين اللي عبيشتغلوا بسبب هذا الوباء يعني كمان وعبيلك عادة رح تحصل على مننا على إجابة هي نفس الإجابة هو أنه طلبك عبيتم دراسة ويعني ما رح تحصل على معلومة مفيدة أكتر من هيك لأنه عبيقولوا أنه لو لازمنا أي شي نحن منتصل فيك ونحن منتواصل معك شو المعلومات الآن كاتبين عن الموضوع الآن مركز طلبات الويزا عبيقولوا إذن حاليا لا يمكن تقديم طلبات يعني الحصول على فيزا إذن أبهولون من فيزا قنصة أيضا الآن ما في إمكاني متاحة أنه تعدي تاخد ويستك إذن هين نقطة التانية لأنه مساكرين يعني هنن على ما يبشاكل كامل wir informieren sie zu gegebener Zeit an dieser Stelle wie mit bereits gebuchten und ausgefallenen Terminen weiter verfahren نحن رحن خبراك شو صار مي موضوع المواعيد يلي كان متفاق عليها مصبخان يعني اللي راح التل ausgefallen وو ويو damit weiter إذن كمان كيف راح يعطوك موعد بديل أو إله أو حل يعني لهذا الموضوع للناس اللي كان عند موعد وسفار مسكرة وراحت هن راح يخبروك ويعطوك على ما يبدو موعد جديد أو يتفق معك على شيء جديد الآن بالنسبة للناس اللي مقدمة يعني كمان على طلب الحصول على فيزة الشنغن فيزة كاتيجوري C يقول أن نحن نعتقد نؤمن بأن أن يومي بعد شهر سبعة يعني بعد عدة أيام بعد يومين سيئة من هذه ويزة مع einschränkungen موغل لنفس اللي معون ويزة ويزة الزرسارية المفعول يعني يمكن الآن بعد 1 سبعة ضمن شروط محددة يتم يعاد السماح بدخول الاتحاد الأوروبي بهذه الفيزة الكاتيجوري C الآن بالنسبة ل لم الشمل أو الدراسة أو العمل في ألمانيا النزون د يعني الفيزة المخصصة فقط لألمانيا ليست فيزة شنغن فيزة د عقول بغايت كبوغة التامين عند النتس نتس 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 الموعيد يلي راحت في الأشهر السلاس الأخيرة بسبب هذا الوباء رح يتم إعطاءه مرة أخرى بنفس التعاقب يعني مثلا من حيث الأولوية كان عنده موعد أول شي وراح موعده لما يرجع ويعطوه موعد جديدة رح يعطوه هو أول للناس كمان الموعد وهكذا بالتدريج يعني يكون موضوع عادل في إعادة إعطاء الموعد الجديدة للناس اللي رح تقدم على الطلبات الفيزا كان عنده موعد وراح الآن فالسي تهمين بدينك تأس كفالنس بان زي ان 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 غفون انا بايت اخوان 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 اهال إذا الناس اللي كان عنده موعد سيتم الاتصال بها من قبل السفارة مكتوب خلال اسبوعين للحصول على موعد جديد يعني يعطوك يعني كيف ممكن تحول الموعد جديد نحن قلنا حتى الناس المادمين طلبات فيزا للحصول عليها ممكن يكونوا الان وراء الكواري يشتغل وموضوع الفيزا جاهزة ولكن ما يعطوه الان ولكن انا اخوان فون فيزا استرد اصنام فلن ونحفو هرقة تمين افشب او 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 اذا ممكن مع ذلك اذا السفارة تصليت فيك اطلاق فيك انت بشكل خاص يعني هن مان فاتحين ولكن انت بشكل خاص فيزا صار جاهز ممكن هن يتصل فيك ولك استلم فيزتك انا اصنام كان ان اخوان فال فال لان ديزا بائدن افل سنت ممكن كون انت اسسنا اللي هو اشو سي بون ان بغايت نحن اتصل فيك وقالنا لك ان فيك تعدي وتاخد الفيزا تبعيتك ازا هن بيخبروكم هن بيتصل فيكم وابولو غير احد يتصل فينا ما يخبرنا ما في معلومات محددة نحن نشتغل مرائل كواليس بشكل كامل وايضا بنفس التدريج والناس الرائحة مواعيدة راح نعطيها مواعيد جديدة ونحن راح نتصل فيكم هاي المعلومات الرسمية الموجودة على صفحة السفارة الالمانية في بيروت الان راح ننتقل لموضوع الناس اللي لسه لا قدم الطلب اللي لسه تقدم طلب يعني كانت مجهزة وراءة وما شابه ذلك وتسكر السفارة الان حدود ان يحصلوا على موعد يعني كمان اللي تحصول على فيزا الى المانيا للناس اللي بدأ تقدم على موعد كاتبين بوخ في نوين فيزا تمين الحصول على موعد الموضوع الويزا دي بودشافت السفارة فيت اف دي انترنت سايت اذا عنوان السفارة www.beirut.diplo.de عنوان السفارة يعني واضح معروف طبعا بالانترنت والجوغل ان ان كومند تاج في الايام القليل في قائمة الانتظار للحصول على موعد قائمة الانتظار للحصول على موعد بت تحاين سي دور اين لو سمحت يعني عبي بيانات تكنيك فالسي اين التمين بنيتغن اذا كنت محتاج للحصول على موعد زوبال دي ان دين لتزن مونت فباست التمين اب عبا 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 كونتن يعني بمجرد تم الانتهاء من معلشة الطلبات القديمة المتراكة متابعة الاشهر الاخيرة نعرف سبب هذا الوباء يعني رح اول شئ يعطوهم الأولوية اشتغلوهم كلهم بعد نوع تامين عن بازون او بعد ها سيتم البدء باطاء موعيد جديدة للناس اللي رح يسجلوا حالا الان في الايام القادمة مثل ما كتبين على صفحة او عنوان السفارة حاولت افيدكم من خلال هالمعلومات بسبب كسرة الطلبات اللي اجدني يعني بتسألني بشكل دايما هالموضوع فحبيت مباشرة اخذ المعلومات دخلت على صفحات الخنسلي الماني في اربيل والسفارة المانية في بيروت جمعت اهم المعلومات هون ترجمت لكم بشكل مباشر هاي المعلومات الرسمية المتوفرة اجمعلكم اتمنى اكون افادكم من خلال لكل الناس اللي عبت انتظر فتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته